بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر وقال وزير الداخلية أنه يسعده وهيئة الشرطة أن يبعث لرئيس السيسي بالتهنئة مقرونة بأطيب الأمنيات بموفر الصحة ودوام التوفيق مضيفا أن هذا النصر العظيم سيظل رمزا للفقر والعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة وستروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجا يحتز به في تاريخ العسكرية على مر العصور سائلنا الله أن يبرك جهود رئيس السيسي ويسدد قطاع للوفاء بمسؤوليته الوطنية وأن يعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير للوطن كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي حيث أعرب وهيئة الشرطة عن التهنئة لوزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام لمناسبة ذكر انتصارات أكتوبر مشيرا إلى أن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوما شعلة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية وسيظل شاهدا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة دائما عالية خفاقة كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق السمع عسكر حيث أعرب وهيئة الشرطة عن التهنئة لرئيس الأركان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود وصناع العسكريين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر مضيفا أن ذكرى ذلك النصر مانارات تشهد على صلبة جند مصر وحراس أمنها على مر السنين وتضحياتهم بكل غال ونفيس في سبيل رفعة الوطن ونهضته ورخاء شعبه العظيم مانارات تشهر